موسيقى بسم الاب والابن والروح الكدس الاله الواحد امين يوم الاحد من الاسبوع السادس من الخمسين المقدسة المسيحي يكلمنا عن الغلبة ويكلمنا عن الفرحة وفي المسيح يسوع بروح الله الكدس ويحضر لنا فكرنا ان روح الله الكدس يعمل فينا من اجل اعلان الفرح من اجل اعلان الغلبة علشان كده بنشكر الانسان في رد فعله الطبيعي شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح اذا يا اخواتي الاحباء زي ما بيقول بوليس الرسول اذا يا اخواتي الاحباء كونوا راسخين غير متزعزعين مكسرين في عمل الرب كل حين عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرم رسالة جميلة ربنا عايز يدهلنا انه اذا كان عمل روح الله الكدس انه يثبتنا ان يدينا الفرح ان يدينا حياة ان يدينا غلبة ان يدينا السلام فهنا دورك انت كانسان انك انت تثبت اثبت في الايمان وبالتالي ما يكونش لك الزعزعة الايمان كتير من الاوقات بتجي لنا افكار تشكيك يجي لنا افكار زعزعة ايمان تشكيك نشك في محبة ربنا نشك في وعوده في بعض الاحيان نشك كمان في انه الشيطان بيقوى علينا بنشك في امور كتير بنشك في عمل الله فينا بنشك في ضعفنا بكتير ونلاقي نفسنا دايما حسين بالضعف وهنا الكنيسة عايز تقولك لا اخلي بالك انت في نعمة عظمة انت في المسيح يسوع انت تشكر ربنا بقى على ايه على الغلبة التي لنا في المسيح يسوع وهنا اعلان الشكر والثبات في الايمان الثبات في الايمان والثقة في محبة الله اوعى عدو الخير يشككك ان المسيح مش بيحبك ان ربنا مش بيحبك لو تركك في مشكلة او تأنع عليك او سابك لفترة لو حيضة تركتك ولكن بمراحم كثيرة بمراحم كثيرة يجمعك ربنا بيجمع ضعفاتنا الداخلية علشان يغيرنا من الداخل له خطة في حياتنا هذه الخطة هي خطة خيرة هي خطة كاملة هي خطة مقدسة وكل مرحلة من هذه الخطة هي ثابتة في مواعيد ومواقيت خاصة بالله هي وقت الله وبالتالي احنا كل اللي عدرنا عن نعمل ايه؟ نحيا راسخين في الايمان شاكرين لأن لنا الغلبة في المسيح ربنا يعطيكم كل نعمة وبركة والإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد أمين اشتركوا في القناة